اشتركوا في القناة خليني اشكر قناة الحياة خليني اشكر برنامج اطياف خليني اعبر عن ساعتي باني بعمل حوار مع كاتبة مميزة جدا اعلامية كبيرة قوي صاحبة روايتين من اجمل روايات اللي كتبوا في الادب العربي انا سعيد جدا بوجود معاك وحس ان الحلقة دي بالنسبة لي هي حلقة يعني هتسجل يعني ننعم الحلقة مع صفايا النجار اللي هي صاحبة مقامات الغضب وصعبة حسن الختام لشكل يعني ده بتأكيد ده يعني ده بتأكيد عن كرم اخلاق حضرتك ونبلك اللي هي سمة من اهم سماتك الانتقال من القاهرة او الصخب والزحام مع البداية مع بدايتك وانتقلت من حي الجمالية اللي اتولدت فيه عام 1949 وذهبت الى ريف الى الدلتا هذا هذه الحركة وهذا الانتقال اللي هو يعتبر في مصر انتقال عكسي يعني اللي سن ينتقل من المدينة الى ريف كيف اثر في وجدان الكاتب الروائي فاتح مبابي هو طبعا يعني هو حصل تحت ظل ظروف اجتماعية صعبة جدا وهي وفاة والدي نعم لكن انا كمان يعني بعتبر نفسي محظوظ بصورة هائلة بصفتي يعني بان انا يعني ده كان احد اسباب تكويني كروائي لان الانتقال فعلا من القاهرة الى الريف يعني كان بالنسبة لي تغيير ضخم جدا في اي مرحلة عمرية ده تم يا اسسفات تمانية وخمسية يعني بعد وانا عمري مثلا تمان سنين تسع سنين تقلت يعني بداية تشكل الوعي اه بالزبط تقلنا كأسرة وكان الريف في يعني بكر المشهد ده طبعا يعني فعلا او الحياة دي غيرت كتير او في حياتي